زي ما احنا شايفين بيستعيد معايا في الصور والفيديوهات والموسيقى والملفات بشكل عام والصور الفيديوهات بشكل اساسي تابع معايا الفيديو الانهاية عشان تعرف الطريقة في الفيديو ده هعرفك كيفية استرجاع الصور والفيديوهات المحزوفة من الهاتف بسهولة وسرعة سواء كنتم قد حزفتم الملفات عن طريق الخطأ او فقدتموها بسبب تلف الجهاز او فرمات كارت الزاكرة هناك طرق مختلفة يمكن اتباعها الاستعادة للصور المحزوفة من الهاتف والفيديوهات تابعوا معايا الخطوات البسيطة والفعالة في الفيديو ده ويلا بينا على التطبيق العملي بس ما تنساش لايك للفيديو واشترك معنا في القناة ويلا بينا الي في الفيديو ده هنستخدم طرقتين الطريقة الاولى ممكن بعضانا يكوني عارفه والطريقة الثاني جدا عن طريقNA براية الطريقة الاولى ما هيكونش فيها استخدام أي تطبيقات اما الطريقة الثانية هيكون عن طريق استخدام تطبيق صغير handbook ستجد على متجر بلاي و ستجد لك اللينك بتاعه في اول تعليق مسبت مهم جدا تتابع معي الفيديو ده للنهاية عشان تطلع مستفيد ويعارف الطريقة بشكل جيد تعالوا بنا و ندخل على الطريقة الاولى وهي عن طريق ان انا هخش على الستوديو الخاص بنا في جهاز الخاص بك هيفتح معي بالشكل ده هضغط على الثلاث نقاط الموجودين في الاسفل بالشكل ده بعدها هلاقي كلمة سلة المحزفان هخش عليها مجرد ضغط عليها هيجيب لي الحاجات المحزوفة من حوالي شهر بعد شهر او قبل شهر مش هتلاقي الحاجات دي موجودة يعني الحاجات المحزوفة دي محزوفة حديثا من حوالي شهر انما قبل شهر هتلاقيها في الطريقة التانية اللي هنستخدمها كل ما عليك انك هتضغط على الحاجة اللي هي محزوفة بالشكل ده وبعد كده هتضغط على استعادة او على السهم الموجود في الاسفل ده هتلاقي الفيديو او الصورة رجعت معاك في الستوديو دي طريقة كان ممكن بعضنا يكون عارفها او معروفة لبعض الناس والبعض التاني لا بس قلنا نذكرها سريعا اما الطريقة التانية عن طريق تطبيق النهاردة التطبيق ده من افضل التطبيقات حقيقة في استرجاع الصور والفيديوهات والموسيقى والملفات بشكل عام مش الصور والفيديوهات بس ومجرد تغطق على الرابط الموجود في اول تعليق مسبت هيحولك على متجر بلاي بالشكل اللي احنا شايفينه ده مهم جدا تنزل التطبيق من متجر بلاي او او اسف من التطبيق من الرابط الموجود في اول تعليق مسبت عشان فيه تطبيقات كتير متشابهة وده التطبيق الاصلي الواحد تاب جدا عشان نلاقي تطبيق صادق وتقدر من خلاله تستعيد السور والفيديوهات والملفات بشكل عام سواء موسيقى او فايلات عادية طبعا هتضغط على تثبيته هسبته بالشكل العادي تعال نفتح التطبيق ونشوف ازاي هنقدر نشتغل عليه وازاي هنقدر نسترجع الفيديوهات والصور والموسيقى والملفات بشكل عام هيفتح معي واجهة التطبيق بالشكل ده بعد ما هتفتح معي بالشكل ده مهم جدا تركز في النقطة دي عشان ما حدش تكتب لي في الكومنتات او في التعليق انه التطبيق مدفوع التطبيق مجاني بشكل كامل الحاجات المدفوعة احنا مش هنستخدمها مش محتاجينها بس هتخطى عملية الشراء بان انا هطط على علامة الاكس اللي فوق دي عشان ما حدش يكتب لي في التعليقات انه التطبيق مدفوع التطبيق مجاني بشكل كامل هتخطاها من عن طريق علامة الاكس الموجودة فوق بالشكل ده بعد ما هتخطاها طبعا هيظهر معاك بعض الاعلانات انه زي ما قلنا انه التطبيق مجاني فبالتالي هتلاقي عليه اعلانات هتغط و هطلع منه هتظهر معاك واجهة التطبيق بالشكل ده انه احنا دخلنا في اساس الموضوع والنقاط المهمة جدا اللي هنقدر نشتغل عليها هتظهر معاك الوجهة دي هلاقي هنا علامة الصور استعدت الصور وهنا الفيديوهات وهنا الموسيقى وهنا الملفات العادية وهنا النقطة اللي احنا هنضغط عليها تلوقتي اللي هي النقطة اللي احنا شايفينها دي هنضغط عليها بالشكل ده اضغط عليها هيبدأ هنا هنلاقي تحت لو نلاحظ هيبدأ يعديلي في الصور والفيديوهات الحاجات اللي اتحذفت من قديم الازل اللي كانت موجودة على الهاتف بتاعي وتم حذفها طبعا الموضوع ده هياخد بعض الوقت هسيبه خالص لحد ما يخلص وهقولك بعد كده هيحصل ايه طبعا هسيبه لحد ما يخف يعني العدد ده يوقف خالص هلاقي العدد دي وقفت خالص بعد كده هرجعلكو هنشوف طبعا هسرع الفيديو عشان وقت الفيديو ما تقولش عليكو ونكمل مع بعض بعد ما خلص عد معي نهائيا بالشكل اللي احنا شايفينه ده هتظهر معي الكلمة دي هتطبعا هتخطاها عن طريق علامة ال اكس دي طبعا هيظهر اعلان زي ما قلنا انه التطبيق عشان مجاني هتلاقي عليه بعض الاعلانات هتخطى الاعلان هتظهر معي الوجهة الاساسية اللي احنا زي ما احنا شايفينها دي هضغط على علامة السهم اللي هي الرجوع الخلف دي هتظهر معي الملفات اللي احنا شايفينها هنا طبعا احنا طبعا احنا بنتكلم على استرجاع الصور والفيديوهات بقط النهاردة فهن خدش نتكلم في الموضوع ده بس مش هنتطرق للموضوع اخرى زي الميوزك او الملفات فانا لوحابي بان انا استعيد اللي ضايع مني اول محزول فيديو فهضغط على علامة الفيديو بالشكل ده او صور بالشكل ده هلاقي هنا كل الصور الفيديوهات. هده مسلا على الصور. وبعد ما ازغل اعلان وتخطيته هتظهر معاك الصور بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا هتلاقي ممكن صور انت عمرك ما شفتها على التليفون هتلاقيها موجودة. اه دي هتبقى من تطبيقات انت مسحتها او فايلات مخفية. عادي جدا ما تلاقيش منها. هتلاقي برضو ممكن يكون معاك الصور. اه انت اصلا موجود عندك على الموبايل وما تحسبتش ممكن تظهر معاك. فده عادي ما انت هتدور في الملفات دي. وهتلاقي الحاجات المهزوفة وهتضغط عليها اه بالشكل اللي احنا هنشوفه ده على سبيل المثال. صورة زي دي. فيه ساهم كده على الجنب زي ما احنا شايفينه. ساهم على الجنب على شمال الشاشة هتلاقيه. هتضغط اصاد الصورة اللي انت عاوز تستعيدها بالشكل ده. هيفتح معاك الصورة. هضغط على الصورة مرة اخرى. هضغط على علامة العلامة الصفرة دي على الكلمة اللون باللون الاصفر ده هيتم استرجاع الصور في الستوديو وهلاقيها معايا في الستوديو. اتمنى تكون استفدتوا لو عندك اي استفسار سيبهونا في تعليق. وفيه طريقة تانية هسيبها لك في اول تعليق مثبت دي بتستخدامها بدون برامج. وان شاء الله برضو هتنفع معك وهتكون مفيدة لو الطريقة دي لو خاطر الله ما نفاتش معك. اشوفكم في فيديو جديد مع السلامة.